السلام عليكم مشاهدي قناة منارة الصحة يتميز زيت الزيتون بأنه من أقدم الزيوت التي عرفها الإنسان وأفضلها نوعا بفضل ما يحتويه من العناصر المغذية للجسم وإضافة لذلك لا يمكن الاستغناء عنه في إعداد الكثير من أصناف الطعام يعتبر الليمون من أشهر الموالح المعروفة والموجودة في كل منزل لمضاقه الحامض وغناب فيتامين جيم الذي أثبت فعلياته في مقاومة الكثير من الأمراض وسنقدم لكم في هذا الفيديو من قناة منارة الصحة فوائد مسجع صير الليمون مع زيت الزيتون تابعوا معنا لكن قبل أن نبدأ ادعمنا بوضع لك للفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد أولا يساهم في الحفاظ على الكبد وعلى وظيفته فالكبد من أهم الأعضاء المسؤول عن تنقية الدم كما يعتبر الكبد هو المسؤول الأول عن تحسين عمليات الغطم فمع الليمون وزيت الزيتون يصبح الكبد أكثر صحة ويحميه من الإصابة بمرض الالتهاب الكبد الوبائي وذلك بالقضاء على الفيروس الذي يسببه لذلك ينصح بتناول ملعقة من الليمون وزيت الزيتون قبل الأكل ثانيا يحتوي المزيج على كمية جيدة من الأحماض الضهنية غير المشبعة ومضادات الأكسدة التي تقوي من مناعة الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض ثالثا يساهم في تخصيص الوزن ويمنع تركم الضهون في الجسم لأنه يقلل من الشهية ويسبب الشعور بالجوع لاحتوائه على حمض الأوليك الذي يتحول في الأمعاء الدقيقة إلى هرمون أوليوليثانو لاميد أي هرمون الشعور بالشبع رابعا يعمل على ضبط نسبة الكولوسترول الضار في الجسم ومنع حدوث الجلطات خامسا يحسن من المظهر العام للجسم حيث تصبح البشرة أكثر شبابا وحيوية ويصبح لونها فاتحا وأكثر صفاء ويزيل الهالات السوداء التي تتشكل تحت العينين سادسا يفيد في تفتيت الحصوات في القلاء وبفعل زيت الزيتون تتحرك الحصوات الموجودة بالقلاء إلى المثانا لتخرج بسهولة عن طريق التباول طريقة مسج الليمون مع زيت الزيتون يمزج مقدر فنجان صغير من عصير الليمون مع فنجان صغير من زيت الزيتون وينصح بتناول هذا المسجج في الصباح الباكر على الرق وفي الختم ندعوك لمشاركة هذا الفيديو عبر مواقع منصة التواصل الاجتماعي فمعلومة واحدة قد تنقذ إنسانا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته